اشتركوا في القناة رأينا في الدروس السابقة أن ليو ظل الطريق قاصداً البيت الذي يقيم فيه فسأل إحدى المرة الطريق إلى أقرب محطة وانطلق في اتجاه محطة شنجوك ترى هل نجح هذه المرة في الوصول؟ استمعوا إلى الحوار التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والآن بعد أن عرفتم معاني كل جملة استمعوا إلى الحوار كاملاً مرة أخرى اشتركوا في القناة تعبير اليوم هو إنه قريب جداً إذا كانت هناك في العربية الكلمتان هنا وهناك للإشارة إلى المكان القريب والبعيد على الترتيب فإن اليابانية بها ثلاث كلمات للإشارة إلى المكان وفي جملة اليوم تأتي هذه الكلمة في هذا الشكل وهذا يعني أن المتحدث يعتبر أن المكان المقصود قريب جداً جداً من المخاطب أرجو أن تحفظ هذا التعبير كما هو على أن اللفظ الذي أضيف إليه يستخدم ليس فقط للتعبير عن قرب المكان وإنما عن قرب الزمن أي بمعنى حالاً أو فوراً مثلاً ألم يجهز الأكل بعد؟ حالاً سيجهز اليابانية في كلمتين إنها الفقرة التي نخصصها لمن يريدون إثراء معرفتهم لأساليب التخاطب اليابانية تعرفنا اليوم على اللفظ الذي يعبر عن القرب الشديد سواء كان قرب المكان أو قرب الزمن أما لنقول إنه لا يزال باقياً من المسافة أو الوقت الكثير قبل بلوغ الشيء المرجو نستخدم اللفظ مادا مادا مثلاً المسافة من هنا للمحطة قريبة جداً عكسها المسافة لا تزال بعيدة من هنا للمحطة والجملة عطلة الصيف قريبة جداً عكسها لا يزال أمامنا وقت طويل حتى العطلة الصيفية قد يكون من المفيد أن تحفظ الأسلوبين معاً وفي النهاية دعونا نستمع للمرة الأخيرة إلى حوار اليوم في تمثيلية اليابان حبي بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس وحتى الدرس القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر